طرق الموت مصالح أطلقه العراقيون على بعض الشوارع في البلاد جراء حظها أرواح آلاف الضحايا بسبب الحوادث المرورية التي بات عدد منهم يغتل فيها أكثر ممن يسقطون جراء الفوضى الأمنية المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان وفي حصيلة وصفها بالمرعبة قال أن من أسباب ارتفاع نسبة الحوادث المرورية هي قدم الطرق وعدم تأهيلها منذ سنوات وغياب متطلبات السلامة فضلا عن السياج الأمني والكاميرات يضاف لذلك عدم التزام السائق بالنظام المروري وقواعد السير واستخدامه الهاتف النقال كما بيّن المركز الحقوقي أن العراق يحتاج إلى ألفي كيلومتر من الطرق السريعة الجديدة فضلا عن توسعة مسارات الطرق الحالية وتحسين مستوى الأمن فيها وتأهيل وتعبيد أكثر من ألف كيلومتر منها مديرية المرور أقرت بأن رداءة طرق رئيسة والفرعية في عموم العراق تسببت بنحو 60% من حوادث السير في وقت تحول عمل مديرية المرور إلى مدعاة للسخرية في كثير من المدن الرئيسة في البلاد بسبب غياب إجراءاتها المرورية مختصون بدورهم أشاروا إلى أن غياب المعايير في ملف السيراد السيرات من الخارج ولسيما ما يتعلق بالمتانة واخضاعها لشروط السلامة فضلا عن عدم ملأمة بعض المركبات لظروف وعجواء العراق كانت أبرز الأسباب في كثرة الحوادث المرورية من جانبهم أوضح ناشطون أن صفقات الفساد الحكومية في ملفي سيراد المركبات من الخارج وتكليف شركات خاصة لكسو الشوارع هي أحد أبرز الأسباب لكثرة الحوادث في مختلف المحافظات العراقية لتتحول بذلك طرق البلاد إلى مسارات للموت المحتم وفق منظمة الصحة العالمية التي صنفت العراق ضمن البلدان الأعلى في معدلات الوفيات جراء حوادث المرور بالمنطقة